حاجة تانية برضو بسطة الواحد والثقر لما بييجي لأي شخص ولو بعد حين بيكون ليه طعم بالتأكيد احنا بنتكلم النهاردة على الجيش الوطني الليبي اللي أبض النهاردة على الإرهابي هشام عشماوي في فجر النهاردة اللي طبعا شارك وخطط فيه عمليات كتير أو استهديفت أولا سواء عساكرنا وضباطنا من الجيش ومن الشرطة وكمان ولادنا من الأقباط في المينيا تقول ليه على الأبض عليه النهاردة زي مواصفته الصحافة المصرية أنه الكنز الثمين أو الصيد الثمين ففيش شك برأس أفعى من أفعى الإرهاب اللي للأسف لسه حية ولسه بتحاول تبص سمومها في بلدنا وفي الدول الجوار الشقيقة في ليبيا هم دول اللي الحمد لله بقول هذه أول أفعى النهاردة بتتمسك من رأسها وفي أفعى كتير الحمد لله تم القضاء عليهم وده مؤشر أن الإرهاب في سبيله أنا ببص للأسلحة اللي موجودة مع الإرهابين النهاردة لما لقيت فيه معاها بناد خرطوش الأسلحة اللي معاها كانت زي الأول كل ده دليل على تناقص قدراته القتالية الحمد لله القيادات بتاعته بدأت تتساقط إن شاء الله بنقول احنا ماشيين بمعدل عالي جدا في التصدي لهذا الإرهاب وإن شاء الله نتمنى في أيام قليلة نعلن مصر متحرة ونقية من الإرهاب بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله دعوات حضرك بإذن الله يا ستة اللي هو شكرا جزيلا إن شاء الله حضرك شرفتيني ومرة تانية كل سنة وحضرك بألف صحة وخير حضرك طيب ومصر كلها طيبة اللهم أمين يا رب السيد اللواء نصري سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في قوتنا المسالحة جزيلا شكرا يا فندم